صباح البحث عن الإجابات المتعلقة بخصوص الأمراض وجع الرأس وآلام الرأس ما هو وجع الرأس والأعراض الأكثر شيوعا والتي تصيب الإنسان وأنواع وجع الرأس الأكثر امتشارا وأقلها بالإضافة إلى الطرق الطبيعية والأخرى العلاجية لعلاج هذا الوجع مباشرة مع الدكتور ياسر ياسين أخي صائباتنا في مستشفى الزكاة في طول كرم أسعدت صباحا وأهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم صباح الخير أشكركم على دعوتي لهذا اللقاء أهلا وسهلا فيك يعني دكتور إحنا منحكي عن كتير ناس بتيجوا بتقول أنا رأسي بوجعني وأحيانا هذا الوجع بيكون متكرر والبعض بيروح بيلجأ لتناول أدوية يعني متداولة في بعض الأحيان بيقول لك ممكن يخف وجع الرأس أو ممكن أشرب نوع من أنواع العصائر ويخف هذا الوجع لكن الوجع المتواصل بصراحة قد يؤدي به إلى أن يلجأ إلى الطبيب أول ما بيجيك المريض بيقول لك دكتور أنا رأسي بوجعني شو بالضبط الخطوات والعمريات اللي ممكن تقوموا فيها وأنواع وجع الرأس وإيش هو وجع الرأس ابتداء ما هو الصداء أو ألم الرأس أو وجع الرأس هو أي ألم في منطقة الرأس في الفروة وفي الرقابة بغض النظر عن مكان حدود في الأمام في الخلف وكذا ألم رأس هي شكوى كثيرة شاء عند الناس ونلتقي بها في العيادات كثيرا هناك أسباب وأنواع مختلفة من ألام الرأس منها ما هو الألم الأولي أي بدون سبب حوالي 90% من الألم الصداء أو الألم الرأس 90% ألم وظيفية أولية ليس لها سبب ومنها ما له أسباب ومنها ما هو عضوي ومنها ما هو غير عضوي عندما يأتي الإنسان يشكو من ألم والصداء نأخذ سيرة مرضية بتفصيلية عن مكان الألم عن شدة الألم عن الأعراض التي تؤدي إلى الألم عن الأشياء التي تؤدي إلى الراحة يعني يقول الإنسان أنا عند العمل الكثير والجهد الكثير يحتاج إلى الصداء إذن هذا مربوط بالجهد يقول الإنسان أن إذا تناولت حبة مثلا أكمول يخف الصداء فهذا يظل أن هناك يحتاج لقليل من مسكنات الألم العراض الأخرى التي مصاحبة للصداء الغثيان، الزغولة العنين، ضعف الأطراف، تلعثم في الكلام كل هذه عوامل مساعدة لأخذ بعين اعتبار الألم والصداء ألم مزمن، ألم جديد، ألم متكرر، ألم متغير الأوضاع، ألم متغير الصفات كل هذه تساعدنا على تشخيص الألم فيه آلام الصداء منها ما هو معروف لدى الناس وعند البشر فهذه ليست لها قيمة أدلل على ذلك كلنا نشكي من الصداء قبل الإفطار في الرمضان ما أظن أن صائم لا يشكي من الصداء إذن هنا سبب الصداء هو كل التناول الأكل، كل التناول السوائل، العطش والجوع بعد الإفطار يذهب الصداء إذن هنا صداء ناتج عن الجفاف وصداء ناتج عن الجوع صداء ناتج عن الجهد، إذا واحد تعب، إذا ماشى بالشمس، تصير عنده صداء معروف، صداء ناتج عن السعاء، كلنا نعرف أن الإنسان الذي يسعى يحدث عنده صداء نتيجة ارتفاع الضغط داخل القفص الصدري وجمجمة الدماء صداء ناتج عن الإمساك، الإنسان لديه إمساك يشعر بصداء هذه من الأصدع التي نصفها بالأصدع الثانوية الخفيفة صداء عن الجهد، صداء عن الدورة، الدورة الشريعة عند السيدات، عند الإنس فتأتي معها صداء، صداء عند أي ألم، عند أي حالة إعياء صداء ناتج عن الحرارة بحد ذاتها، لو كان لديه حرارة لأي سبب أخر، صداء ينتج عنها فهذه من الأصدع التي منتشرة، وهي ليست لها أهمية فإذا ذهب السبب، ذهبت الصداء هذا الحديث فيما يتعلق الأنواع الصداء اللي بيكون بالعموم منتشر، ولا خوف من هذا الصداء بصراحة لكن في أنواع أخرى تكون وفقا للتقسيمات التكوينية للرأس يعني في البعض بيقول أنا دكتور بشعر في صداء أو في ألم مثلا في مقدمة الرأس أو في المنتصف أو في مؤخرة الرأس أو في آخر الرأس هل مكان الصداء له دلالة أو له إشارة معينة؟ نعم ولا في آن الوقت مثلا الصداء في مقدمة الرأس مع زغولة في العنين قد يكون ناتج عن مرض في العنين أو زيادة الضغط في العنين صداء ناتج عن التهاب الجوب الأنفياء يكون عادة في مقدمة الرأس صداء التوتر يكون عادة في رقب وخلف الرأس صداء ناتج عن التهاب الشريان يكون عادة في جانب الرأس صدهر هذا يأتي عادة بعد 50 أو 60 عاماً صداء مع الطائم، مع الأكل، مع المضغ يكون ناتجة عن خلال في المفصل في المفصل عند الإنسان في المفصل للفك هذه الصداعات تختلف من مكان إلى مكان والأهم حاجة أنه كيف تسير مسيرة المرض حدته والأعراض المصاحبة لكن إذا كنا هناك صداع عام كأنه خفيف ازداد مع الوقت خلال أشهر يؤثر على غثيان يؤثر على النظر قد يؤثر على التلعثم قد يؤثر على شدة الأعضاء والأطراف هذا نأخذه بعين اعتبار نخاف أن يكون ناتجة عن أشياء في داخل الدماغ خلينا نحكي أنا لا أود أن أقول صداعات الوظيفية 90% من الصداعات هي عبرها عن صداعات وظيفية ليست لها أرضية تشريحية ليست عضوية ولكن 10% لـ 8% صداعات التشريحية وصداعات عضوية ناتجة عن خلل تركيبة في الدماغ الصداعات التي نحن نحكي منها الصداعات الوظيفية الصداعات الشقيقة المصبية الصداعات التوتر الصداعات العنقودية هذه أهم ثلاثة الصداعات التي نحن لا نتكلم عنها صداعات التوتر الصداعات التوتر مواضحة عند الإنسان إلا علاقة بالتوتر إلا علاقة بوضوعة الرأس إلا علاقة بشدة العضلات إلا علاقة إلى آخره هذه الصداعات تأتي عند الإنسان تكون مصحوبة تبتر مكانها في أسفل الرقبة قد يمتد إلى فروة الرأس من الخلف تحتاج إلى بسيط من المسكنات بسيطة أما الصداعات النصرية أو الشقيقة فتأتي على نوبات وغالبا عند السيدات أكثر من الرجال حتى عمر أربعين وقد يزيد عنها ذلك هذه الصداعات تكون على نوبات ما بينها وأقرأ عدة أيام أو عدة أسابيع أو أشهر هذه تأتي الصداع على نوبات تكون مسبوقة أو غير مسبوقة ليس بالضرورة بشعور بأن الصداع سوف يأتي الأورى هذه تكون بغثيان بالزغوة في العينين بأضواء بفلاشات أمام العين نعم يعني واضح تماما أن هناك أنواع مختلفة بالإضافة إلى ربما أسباب ومسببات مختلفة لهذا النوع من وجع الرأس أو الصداع لكن متى نعتبر أن وجع الرأس أو الصداع يستدعي ضرورة الذهاب إلى المستشفى ويسمى مثلا بالصداع الخطر إنجاز التعبير ويجب زيارة الطبيب هو بشكل عام أن هذا اللقاء لا يعتبر بديلا عن الوصفة الطبية أو الزيارة الطبية أي صداع يجب زيارة الطبيب هذه حتى لا نخسر أي شيء ولكن هناك إذا كان صداع مسحوب بحرارة فنجب أن أفكر أن هناك ربما يكون هناك التهابات معينة في الدماغ صداع مسحوب بغثيان يجب الذهاب إلى الطبيب صداع مسحوب بحرارة في العين ليس بدور يكون ناتجا عن دماغ ولكن الطبيب يدلل ما هو سبب ربما تكون ناتجا عن مرض في العين صداع مع تغير بالشخصية يعني تلعته بالكلام الإنسان لا يعرف الصباح من المساء لا يعرف المكان يعني إنسان شخصيته تغيرت فهذا يجب إلى الطبيب صداع تغيرت نوعيته كان صداع بشكل معين أصبح شكل آخر فإذا الشكل آخر أصبح صداع من نوع ثاني يجب الذهاب إلى الطبيب صداع مسحوب بتلعثهم بالكلام بالضعف الأطراف برجه بارتجاج بصرع هذه كلها من الصداعات التي يجب أن نهتم فيها لكن أنا أود أن أقول ليس كل صداع وناتج عن مرض عضوي هذا مهم الأمر لعرفه الناس نعم طب يعني في البعض بيقول أنا بكون ينفجأ بصحة بيكون عندي وجع راس وأحيانا بيكون متكرر هذا يعني مش مرة ولا مرتين ممكن أكثر من ثلاث مرات على الأقل أو بحد أقل أسبوعياً لهذا الشخص أو هذا المريض على الأغلب يعني خاصة إذا بيكون مثلاً شعور ما بين وجع الرأس وشعور بالغثيان أو الاستفراغ إيش ممكن تكون التشخيصات الأولية على الأقل إحنا مناش نخوف الناس بردو أكيد طبعاً الصداع الذي ينتج صباحاً غالباً ما يكون هو عن التوتر عدم راحة الرقبة أثناء النوم هذه تعمل الصداع ولكن إذا كان هناك غثيان إذا كان هناك زغلة في العن يجب أن نأخذ ما يعتبر ربما يكون شيء عضوي في الدماغ وعليك الذهاب للطبيب ليعمل الإجراءات المناسبة فنحن ربما الصداعات العضوية والصداعات الوظيفية تتشارك في بعض الأعراض نعم يعني ربما يكون هناك الصداع عرض وربما يكون مرض طب واضح تماماً يعني خلنا نقول الأنواع مختلفة وما بين أكثره انتشاراً وأقله انتشاراً هو الآخر مختلف ويجب أن نعلم والسادة المستمعين والمستمعات أن لام الرأس بصراحة متشعبة وكثيرة ولكن على الأغلب يجب زيارة الطبيب في مختلف الأوقات لكن في هذه اللحظة نذهب إلى مشاركة هاتفياً أمكان وبتأكيد نستمع إلى هذا الاتصال ألو صباح الخير ألو متصلنا أو متصلتنا ألو صباح الخير وتسمعونا من التليفون ألو ألو صباح الخير صباح الخير يا هلا بدي أحكي مع الدكتور ياسر ياسين تفضلي معك على الهوى ألو أيوة إحنا معك على الهوى تفضلي بدي أسأل الدكتور أنا من الناس اللي رأسهم كثير بوجع صباح الخير صباح خير معنا على الهوى حضرتك واسمعينا من التليفون ألو صباح الخير معك زينب رداد تمام زينب تفضلي الدكتور معك على الهوى وعم بيسمعك يلا تفضلي ألو أيوة يا زينب طيب يعني مش عارفي زينب بدي أسأل أنا من الناس اللي سنتين بوخت دوة ضغط بس لوجع راسي فقط لا غير محو السؤال محو السؤال زينب إيش سؤالك بالضبط سؤالي إنه أنا عملت رانين مغناطيسة وعملت طبقية وعملت تحليل كثيرة وأنطوني بالآخر دوة ضغط شهري يوميا بأخذ أنا نصف حبة من هذا الدوة وبيدي أراجع دكتور بس مش عارف مش عارف يعني إني أظل مكمل على الدوة ولا إشي ودكتوري من الكدس ما بقدر إني أطلع عنده كمان مرة يعني صعب إني أوصله هاي بس لأتواصل مع الدكتور ياسر ياسين مشان لأنه اطلع في الرانين المغناطيسة بقع بيضع الدماغ طب يعني واضح زينب إنه بعرفش إذا كنت عم تسمعيني هلا حاليا ياريت تسمعيني من هلا خلص خلصنا الاتصال فاسمعيني من التلفزيون مش مشكلة رح ناخد كمان مشاركة هاتفية بس يعني أنا بعتقد جوابي الدكتور رح يكون أكيد لازم نشوف هذه الصور لازم نشوف الحالي لأنه صعب شخصك عن طريق التلفون وفقط أنت بتقولي فيه رانين مغناطيس وفيه يعني بصراحة نتيجه معين وبالتالي لا يمكن الإفتاء بها هيك من دون ما يشوفها الدكتور صحي دكتور يعني حتى لا تبقى العلاجة تتناوله حتى يشعر الأخر حتى ما ترى طبيب ويراجع الحالي من جديد طب زينب بتمنى مراجعة الدكتور يعني إذا حبي تعرفي أكثر عن الموضوع مع دكتور ياسر ياسر لأنه صعب حسب حالتك لازم نشوفك أكيد إحنا رح نروح لإستقبال اتصال هاتفي آخر قالوا صباح الخير صباح النور أهلان يعطيكم العافية أهلاً وصهلاً لاي مستمعتنا سامعتنا كويس صباح الفل معايش يا أم أسامة من قلقيلي أهلاً وصهلاً يا أم أسامة بقول أنا بدي أسأل الدكتور أنا معاي قسر نظر حالكاتي كل ملبس النظارة بتصير ركبة من وراء توجع وغيرت النظارة يعني عدة مرات كنت يمكنني يبكى من النظارة يقولول إن شاء الله بتتحسن عليها بس لا يعني كثير غيرتها ولليوم يعني يعني ممكن الصداع يكون ناتج عن طبيعة العمل مثل إذا كانت تعمل بالكمبيوتر تعمل بالخياطة تعمل بالطابعة فربما يكون هناك الصداع ناتج عن طبيعة العمل إنسان مجدود يبقى جالس في وقت وضعي محددي يحدث عنده ألام بالرقب فهذا ممكن من أسباب الصداع أو النظارات غير مناسبة فهي تقول النظارات مناسبة يعني استبعدت وجود مشكلة في العين لكن ممكن الصداع هو صداع التوتر في العضلات الرقبية يعني ممكن من بعض أنواع الصداع أو وجع الرأس إما خلل أو شيء معين في العيون أو حتى البعض الآخر بيقول فحوصات طبعا أكيد رح تصحح لنا هذا المعلوم إذا كانت صح أم خطأ أحيانا يعني بعض التشنجات في هذا الرقب يعني ملهاش دخل بصراحة في النظارة أو في العيون ما أنا قلت يعني إنسان يعمل بالكاتبة أو بالكمبيوتر أو بالمختبر على الماكروسكوب فهذا يحدث عنده صداع تشنجة الصداع له علاقة بالتشنجة يعني ممكن مش مرتبط في العيون أكيد أكيد وإحنا بنعرف أن العيون إذا كان هناك ضعف البصر أو مرض الجلوكومات تعمل الصداع هي استثنت وجود مشكلة في العين نعم فمعناته بقية مشكلة العمل وظيفة طب لكن نرجع للاتصال الأول شو يعني بقع بيض على الدماغ دكتور؟ يعني لا أدري ماذا تقول صراحة بقع بيضة كلمة عامية هل هي تكلسات؟ هل نحن نفكر في تصلب اللويحي؟ لا أدري لكن على كل حال أنا أنصحة بيبقاها على العلاج هي تقول لنا عندها ارتفاع في التوتر الشرياني ضغط فتأخذ علاج الضغط الحقيقة الضغط ليس سبب وجيه من أسباب الصداع إلا في حالات نادري هي ربط حكيت أكثر من موضوع في عنا بقعة بيضة في عنا ضغط في عنا صداع بدون وظيفة هل تقصد أنه لديها تصلب اللويحي؟ لا أدري هاي هناك تكلسات تكلسات لا تعمل صداع يعني يبدو أن هل ماشي في عدة أمور في عدة جهات عملت صورة طبقية عمية ترانين قاطع مراحل في العلاج أنا أفهم أن هناك لا يوجد صداع عضوي عندها الله أعلم أنه عنده صداع وظيفة وطبعا لا يمكن الحكم مثل ما أنت في البداية قلت لازم نشوف ونشخص مئة في المئة صحيح يعني هذه الحالات خاصة في حالة متصلتنا إحنا مش بنخوف أكيد بس إنه لا لازم نشوف الدكتور وشخص أكيد والالتزام في الدواء وحكيت إنها بتاخد دواء ضغط هي لواجع الراس فيعني في شوية هي ربما في هناك بعض علاجات الضغط خاصة من مثبتات بيتا تعطى للصداع وتعطى للضغط فربما هي أعطت للصداع وبينكو سينكي لهذا للضغط للصداع فربما هي المعلومة الصحيحة ربما المعلومة الصحيحة طب إذا نبقى على ما هو عليه حتى مراجعة الحالة وهي مواطنين الأعزاء مستمعين ومستمعاتنا بيستغلوا وجود دكتورنا الكريم والعزيز أيضا في برنامج طلت فجر بيقول في هذا الرسالة صباح الخير بتقول أم يحيى الصداع اللي بيصيبني دائما بيصيبني بسبب زعل أو عصبي وبيضل مستمر مدة يومين ومهما أخدت مسكنات أو أنام بيضل موجود ما هذا الصداع النفسي الصداع تشد حالي يعني هذا سبب واضح صب واضح أول ما كنا نروح طبعا في زيارات مع الدكتور ياسر يقول لي زعلاني لا هو يعني يعني واحد زعل بجلط صح بجلط صح مظبوط يعني يوم يحيى فيش إشي بستاهل وما تزعليش حالك بس هي يعني ذاكري بتقول لما بزعل وبعصب بس مهما أخد عن جد الإنسان مسكنات في هاي الحالة ما رح ينفع في موضوع أداء كان معصب أدوء الراحة النوم البعد عن أماكن يعني الإنسان يتعرض للسخب للزعل للغضب أكيد رح يكون عنده صداع فالبعد عن أماكن هذه يذهب إلى أماكن أكثر راح إلى النوم النوم حل كثير لمشاكل طب فيه استفسار واصلنا أنه فيه هناك ما يسمى بالصداع المفاجئ هل هو خطر؟ يعني فيه البعض بيقول أنه ممكن إذا حمل إشي ثقيل بصير عنده صداع فجأة وبصير آلام يعني شديدة لا الحقيقة الصداع المفاجئ أنا كنت أود أن أتكلم أن الصداع المفاجئ الشديد قد يكون لاشئ ولكن في نفس الوقت الصداع الشديد المصاحب بأعراض أخرى قد يكون ناتج عن نزيف يعني إنسان لا نحن نحن من Energy خوف الناس صحيح يعني لن نحن 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 بأعلم عموميات إنسان مثلا نجالس صار عنده صداع شديد كأنه انفجار في الدماغ وعادةً يكون متبوعا syllabusN بالضعف الأطراف أو بتلعتهم في ، هذا يكون ناتج عن النزيف أما لنصداع كالسهم لفترة بسيطة جداً لاس له قيمة هم 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 هذا بكون ممكن يعني مؤقت شيء لاحظي وبروح لكن الـ آخر يجب تركيز على هذا الموضوع والعامة يعرفون أن الإنسان لديه صداع وتطورت حالته نحو الأسوأ فهذه من المسلمات وما تخافوش مش أول ما بيجي وهيك وبيروح أنه تقوله لا تصير تعيره لحالكم يعني أنه هذا لا سمح الله شيء خطير لكن على وجه تحديد كل إنسان إحنا بنقول إنسان طبيب نفسه في بعض الأحيان أنه يعني إذا ما كان في وجع بسيط من تعب من إرهاق ممكن نروح عادي أنا عندي ما أقولي أن الصداع المظيفة المزمن هو صداع للمريض وصداع للطبيب صداع للمريض لأنه المريض يشكو من هذه المشكلة ويذهب إلى الطبيب وربما يسبب له الطبيب تسبب عنده صداع بسبب زيارة المريض الذي لا يستطيع المشكلة في كثير من الأحيان يعني إحنا من نطمن الناس أنه مشكل صداع هو عبارة عن صداع مخيف طب في استفسار صباح الورد لو سمحت وفا عندي وجع بالرأس بيقعد ثلاث أيام مع المسكنات وبيكون مرات من عيوني وجهة الشمال من راسي رحت عن طبيب العيون وما فيه إشي حتى الشمس ما بقدر أطلع وأشوفها والضوء في الضار كمان بدايق منه الدكتور حكى لها أنه هاي شقيقة وباخد علاج عند الوجع بس ما بروح شو أعمل؟ يعني هذا ربما منصفها هو صداع النصف الشقيقة يأتي خلال نوبات من كل نوبة أخرى حوالي أسابيع أو أيام أو عدة أسابيع تكون مصحوبة بالغثيان تصحوبة بزغولة العنين بخطوط حمراء أو بصفراء ملونة أو بفلاشات هناك تعطى علاجات عند الصداع وتعطى علاجات ما بين الفترات لتقليل من النوبات هذه العلاجات ناجحة في كثير من الأحيان يعني عليها مراجعة طبيبية نحن هنا لا نود أن نصف وصل الطبي لأن هذا اللقاء لا يغني عن اللقاء الطبي أكيد ولا يعني هذا اللقاء أنه فيه تشخيص على الهواء مباشرة بقدر ما أنه قد نعطي معلومة تتوافق مع الحالة المطروحة ولكن لا غنى عن زيارة الطبي مثل ما ذكر الدكتور ياسر يعني أنا قلت هناك فيه صداعات مخيفة مثل صداع غيبو صداع مصحوب بتيبس في الرقبة صداع مصحوب بحمرار بر العين صداع مصحوب بغثيان بضعف الأطراف حتى للصداعات المخيفة صداع طويل ولو كان ضعيف مع ازدياد في السوء هذه من الصداعات يجب تأخذ بعيدا طب دكتور فيه البعض من مرضى الضغط بصراحة يعني بيعانوا في أغلب الأحيان من وجع متواصل في الرأس وبطنشوا ياخدوا دواهم لا أنا أخت وفاة أنا قلت قبل شوي التوتر الشيء يعني الضغط لا يعتبر سبب وجيه من أسباب الصداع يعني هذا ما أقولي خاطئ أنه أنا عندي صداع بسبب الضغط لا هو الضغط العالي ربما يسبب صداع بحطوش من الأسباب الوجيهة إلا في حالات خروج الضغط عن الأرقام المعتادة الكثيرة جدا وهناك مضاعفات بشكل عام الإنسان اللي عنده ضغط لازم يخذ علاج للضغط طبعا إذا كان الإهمال في هذا العلاج لهذه الشريحة من المرضى يعني أكيد فيه له مضاعفات أخرى صحيحة تتسليني ما هي مضاعفات الضغط يعني فيما لو تم الإهمال في أخذ الدواب من أخذ جايك من الجواب يعني سؤالك أنا بدي حوله ما هو مضاعفات إهمال الضغط فقط نزيف الدماغ فقط متفائل جدا دكتور لا 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 أرجو إلا الصحة للناس وهو أنا بقول الضغط هو مرض مزمن يجب علاجه لأنه ثمنه شديد يعني بشكل بسيط جدا من أعراض الضغط لأننا دائما نحكي عن الضغط أعراض من مضاعفات الضغط نزيف الدماغ جلطات في الدماغ ضلطات في القلب بكفي ولله ودائما على فكرة دكتور ياسر نصائحه أنا يعني بحييك على أنه فيه سلوب صحي شوي إحنا يعني المرضى بنتحسس أنه هاي الدكتور بحكي معي بصارم معي وكذا هو لمصلحة المريض بصراحة لأنه هدف الأسماء أن أحافظ على صحة مريضي بصحة بعافية بعيد كل البعد عن المضاعفات يعني أضحكنا دكتور لكن المضحك المبكي إذا البعض بصراحة بيهمل في تناول الدواء تسمحي لي صحيحنا حديثنا عن الصداع لكن تستغل هذه الفرصة نعم تفضل إحنا الضغط هو مرض يمشي مع العمر مثلا لو جبنا شريحة ناس عشرين في المئة عمرهم عشرين سنة نلقى ثلاثة إلى خمسة في المئة عندهم ضغط لو جبنا الناس التي عمرونها ستين سبعين في المئة نجل نلقاههم فوق السبعين ثمانين عندهم إذا هو مرض من مظاهر تقدم في العمر وهو مليء بالمضاعفات لهذا أشدد على أخذ وتناول العلاج الضغط إذن يعني في ختام هذا اللقاء لابد أن نذكر أن أي آلام في الرأس أو أي وجع يعني متواصلة أو لربما على فترات مختلفة ومتكررة مصحوبة بآلام شديدة لابد أن تكون هناك زيارة إلى الطبيب في المستشفى ولا تهملوا بحق أنفسكم في هذه الآلام وبالتأكيد يجب الالتزام بتناول الأدوية كما ذكر الدكتور ياسر وكل شكر لك في هذه الفقرة وهذا اللقاء وهذه المعلومات التي حاولنا أن نلخص فيها أنواع آلام الرأس أو وجع الرأس شكرا جزيلا شكر مرة أخرى للدكتور ياسر ياسين أخي الصائباتين في مستشفى الزكاة في طول كرم نتمنى لك يوما بصراحة حافلا بالالتزام من قبل المرضى بالدواء لأنه مثل ما قلنا شوي بيتغلب مع بعض المرضى الدكتوريات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر